أشهد الحوار الوطني بقرار مجلس الوزراء بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وسمنا مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهم بشكل كبير وفعل في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد لما ستوفر بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة وكذلك مائة الألاف من فرص العمل كما سيستفيد منها الشباب المصري بشكل مباشر والتي تؤكد على قدرة الاقتصاد على تخطي التحديات العالمية والمحليات الحالية